السلام عليكم النهاردة معنا سماعة بلوتوث من شركة فانتك بي اس 150 طبعا السماعة دي معمولة للموبايل بتاع صوت واطي او عايز يسمع جودة صوت احسن عشان يستمتع بفرجة افلام او فرجة مسلسلات اي حاجة او اغاني طبعا السماعة اللي معنا النهاردة صوتها حلو جدا وصوتها واضح عكس سماعات تانية كتير او تبقى بلوتوث بيبقى جودة الصوت فيها مفيش يعني جودة الصوت فيها بتبقى وليلة جدا هنا معنا نقاق في الصوت وصوت كويس وهتحب انك تسمعها بفضل ان فيها دول سبيكر بيس فيها واضح وكويس يعني هتحبه انا ما بقولش ان البس فيه كوي جدا ولكن انا بقولكم ان البس فيه هتسمعه يعني هتحس ان جودة الصوت كويسة مفيش خرباشة كده في السماعات السماعة دي للناس اللي مهتمة بالموبايل هات لك لو عندك كمبيوتر وعندك سماعات كبيرة مثلا سبيكر سبويفر وكده انت مش هتحتاج دي ولكن برضو في بعض الاحيان ممكن يكون عندك بيسي ومعندكش سبيكر فده هيكون حل برضو كويس جدا لك بس لازم توصله دايركت السماعة اللي معنا النهاردة البطارية فيها 1200 ميلي امبير وفيها زرار بيعلي وزرار بيوطي وبيقلب الاغنية والزرار التاني بيشغل ويوقف السماعة فيها زرار الباور وصلت اي او اكس وطبعا حطين فيها يو اس بي والكويس في الموضوع ان هم منسيوش حوار الميكرو يو اس دي ان هم سايبين حوار الميكرو على اساس لو عايزين نشغلها بكارت ميوموري ومن غير ما نوصلها بلوتوث تبقى شغالها معنا كويس وحوار ان يبقى فيها بلوتوث ده حاجة كويسة جدا لان معظم السماعات اللي بتبقى بالشكل ده كده بيبقىش فيها بلوتوث بيبقى انها تتوصل دايرت بالكمبيوتر او تتوصل بالايو اكس من خلال المباركة وكده اكون وسيلتنا نهاية الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب عشان يوصلها كل جديد ولو حابب موضوع السماعة وعايز تجيب السماعة دي ممكن تقولي في الكومنتات وانا سيبلك لينك الشرطة سلام